نظمت بلدية مدينة دبال حصن ملتقى الموظفين السنوي الثاني وتم خلاله طرح نتائج استبيار رضا الموظفين للنصف الثاني من سنة 2016 التي ارتفعت مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته وعرضت خلال الملتقى إنجازات البلدية وفعالياتها خلال العام الجاري حيث ألقى سعادة علي سيف بن يعروف رئيس المجلس كلمة شكر فيها الموظفين على أدائهم ودعاهم إلى الاستمرارية في العطاء وعرض عدد من المشاريع التطويرية في مدينة دبال حصن منها تطوير جزيرة الحصن وشبكة الطرق الداخلية بالمدينة وعرض مدير بلدية دبال حصن طالب عبدالله صفر النتائج الأولية للنصف الأول والثاني من العام الجاري التي أظهرت تطور حماس الموظفين وقابليتهم للإبداع والتركيز في العمل وفي نهاية الملتقى تم تكريم الموظف إبراهيم حسن مفتش القسم الهندسي الذي أكمل أكثر من عشرين سنة في خدمة البلدية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة